موسيقى بهدف تعزيز معايير الجودة المطلوبة للعسل اليمنية يحرص تجار العسل على إضافة مميزات خاصة لتجاوز عدد من السلبيات التي تعتري مراحل إنتاجه وتصديره إلى الخارج هنا في وادي وصحراء حضرموت المشهور بجودة مراعيه الطبيعية افتتح هذا المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد كنوات لمشروع أكبر يهدف لتعبئة العسل الطبيعي المنتج محليا بوادي وصحراء حضرموت للطرق الصحيحة والتقنيات الحديثة المعتمدة عالميا بما يساهم في تشجيع النحالين بالمحافظة جاءت فكرة هذا المشروع من الواقع عندما تذهب تسوق في السبل الماركت تذهب على العسل تلقى العسل مستوردة من خارج البلاد مع أن العسل يمني عسل مشهور في العالم كله لهذا جاءت فكرة من هنا الفكر أننا نعبي العسل يمني في قوارير وفي حاية تساهم مثل هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة في تشجيع المنتج المحلي ودعم النحالين إضافة لتسهيل عملية تصدير العسل اليمني إلى الخارج ورفع مستوى سمعة العسل في الخارج وتبرز أهمية هذه المشاريع الخاصة في ظل الضعف الواضح الذي تعاني منه الجهات الحكومية المعنية للقيام بمثل هذه المشاريع الضرورية فهذا المشروع مهم جدا ونحن نهتم بالنحالين الموجودين عندنا في المديرية فعندنا هنا في مديرية تريم حوالي عندنا 700 نحال في مديرية تريم وكلهم بصراحة يعانون في تصدير العسل وعدم وجود جهة تستلم منهم هذا الانتاج ويشرفنا أن هذه المؤسسة بدأت في التقنيات الحديثة لعمليات التعبية والتغليف التجهيز العبوة الصحية الزجاجية عملية التغليف ممتازة في الفترة الماضية وجهت الكثير من الانتقادات لمنتج العسل اليمنية كانت معظمها تتعلق بطرق التعليب والتخزين ما أثر نسبيا على سمعة منتج العسل المحلية وهو ما جعل مثل هذه المشاريع ضرورة لتعزيز رصيد الجودة لمنتج العسل الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر بوادي حضر موت العاملة في إنتاج وتجارة العسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر